الاقتصادية بعد معاناة مع ارتفاع درجات الحرارة وغلاء تكاليف استهلاك الكهرباء وزارة الطاقة تقدم بشرة سارة لسكان الجنوب بقرار خفض فوتير استهلاك الكهرباء بـ 65% تفاصيل موضوع في تقرير حمزة زروقي وأحمد رشدي درجة الحرارة هي قدى وقدر هذا أمر الله سبحانه وتعالى ولكن من تمنهم الدولة أن تعطي خصوصية لهذه المنطقة خاصة النفوات الكهرباء لياسر شدة الحرارة من جهة وغلاء فاطورة الكهرباء من جهة أخرى هي بعض شكاوى سكان جنوبنا الكبير الذين يعانون من ارتفاع درجات الحرارة التي زادتها صعوبة الانقطاعات المتكررة في الطيار الكهربائي ليكون الرد من طرف جيتوني الذي اعترف بصعوبة الوضع وقدم اعتذاره لسكان الجنوب درجة الحرارة من جهة أخرى هناك بعض الوضعات في الجنوب الحمد لله هنلزا رقلي نعتدره من الناس للجنوب نعتدره ونزيد ونعتدره على الناس ورقلاء للجنوب ولكن هناك قطعات وهذا الشيء سي نورمال عندما يفعل شيء كم سا ستون كانيكول يوجد تراج يوجد تراج على الكاب الارتفاع القياسي في درجات الحرارة التي تجاوزت 53 درجة مئوية كان لها أثر في ارتفاع فتورة استهلاك الكهرباء ليأتي الفرج من وزارة الطاقة بإعلانها تخفض تسعير الكهرباء بنسبة 65% على سكان الولايات الجنوبية سكانت على الجنوب مما فيهم ورقلاء عندهم انخفاضات تحت للسما 65% 65% درق هذه القطاعات التي وقعوها نطلب للمشكلة سيف 2018 ليس كسابقه لذا كان تدخل وزارة الطاقة سريعا من أجل تخفض فتورة الكهرباء وتخفيف بعض العبء على سكان جنوبنا الكبير الذين أنهكهم الحر وقسم ظهرهم ارتفاع تكاليف استهلاك الكهرباء